اتفاقيات شراكة في مجال التكوين والبحث العلمي توقع بالرباط بين كل من المدرسة الحسنية للأشغال العمومية وعدد من المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء هذه التفاقية كلها هي التفاقية للشراكة للاشتغال في هذه المنطقة رابح رابح يستفيد منها بطبيعة الحال الطلبة التي تدرسها في المدرسة ولكن كذلك تستفيد منها هذه المؤسسات وهذا يجب هذا الاهتمام لتتعطيه الوزارة لهذا التكوين الهندسي لأن هذا هو تكوين مهم جدا اتفاقيات الشراكة التي وقعتها المدرسة الحسنية للأشغال العمومية كانت مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركة مرسى المغرب وشركة الوطنية للطرق السيارة والوكالة الوطنية للتجهيزات العامة والوكالة الوطنية لسلامة الطرقية وكذا مكتب الدراسات استشارة هندسة وتنمية